زي ما انتوا شايفين كده على الشاشة ده فندو الإقامة في وسط مدينة طنجة قدامكم يمكن طنجة طبعا صورة كده من أعلى منطقة في الأوتيل قدامكم طبعا المملكة المغربية من أمتع وأفضل الدول اللي ممكن تزورها وتستمتع بزيارتها في دول إفريقية والله يا جماعة الناس ممكن تعتقد ان في دول أوروبية السياحة فيها والسفر فيها ممتع بالعكس انا رحت جنوب إفريقيا وشفت ازاي دولة دنوب إفريقيا على المستوى الاقتصادي والسياحي دولة رائعة جدا ممكن تعمل فيها جولة صحية ممتازة نفس الأمر المملكة المغربية يمكن انت هنا في طنجة انت في شمال المغرب طبعا المسافة ما بين طنجة والرباط أو كذا يمكن بتكلم في حوالي 360 أو 400 كم وفيه طبعا دلوقتي أحدى الطرق المواصلات في المغرب وفيه القطار السريع ويمكن نهاردة يمكن شفت بعض اللقاطات والصور لبعض الأصدقاء الزملاء الصحفيين في المغرب بيتحركوا النهاردة عشان يحضروا مباراة الافتتاح وده يبقى فيه حضور إعلام كبير جدا من الأشقاء في المغرب وإن شاء الله بإذنه كمان هيكون فيه حضور جماهيري لمسندة النادي الأهلي شايفين طبعا بقى الخضار والهضاب والمباني والشكل الجميل لمدينة طنجة طنجة على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي وعلى المستوى البنية التحتية من أمتع الدول اللي ممكن تزورها وتلتقي بالأصدقاء والزملاء قدامكم يمكن بعض اللاطات الخاصة من داخل فندو الإقامة عدد من مسؤولي النادي الأهلي مهندس خالد مرتاجي المنصق العام للبعسة قدامنا على الشاشة الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وصل النهاردة صباح اليوم الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط وطبعا دكتور محمد شوقي كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمسؤول عن الأمور الطبية للبعسة وكان بالتأكيد كمان المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكورة في النادي الأهلي لما تتكلم على الكورة وطاريخ الكورة في الأهلي أكيد المهندس عدل القيعي أحد علامات الكورة في النادي الأهلي يمكن هذه اللقاطات أيضا لدخول اللاعبين لوجبة الغذاء وشايفين طبعا عدد من اللاعبة كمان الكابتن سامي أمصان مدرب الفريق وسبقه في اللاطة السابقة مارسل لكلر المدير الفني كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارية النادي الأهلي ورئيس البعسة ومحمد اللاشناوي برونوسافيو على فكرة حتى الخمسة اللي خرجوا من القيمة موجودين مع البعسة ما رجعوش القاهرة لا ده كولر واخد قرار أن الفريق هيسافر بالكامل ويتمر هناك لغاية آخر مباراة وآخر يوم للفريق إن شاء الله وأيا كان حتى لو تم الاستبعاد اللاعبة لا يكمله لأن بعد ما يرجع عنده مباراة في البطولة الإفريقية فعايز اللاعبة تفضل دايما موجودة في التدريبات وتحت نظره وموجودين معاه في الفترة الحالية بالمناسبة كمان هيكون فيه اهتمام من الاتحاد الدولي وتكريم من الاتحاد الدولي للأهلي كمان على هامش هذه الكواليس والزيارة النهاردة من مسؤول الفيفا وإحنا متعودين مع كل بطولة بيبقى فيه هدية تسكرية الاتحاد الدولي بيقتنيها من كل بعثة بتشارك فيه كأس العلم للأندية حصل ده في البطولات السابقة مرة تي شيرت مرة قفاز حارس المرمة المرة دي أعتقد بنسبة كبيرة حسب المعلومات اللي عندي من اللجنة المنظمة الاتحاد الدولة هيحتفظ بالقفاز الخاص بمحمد الشناوي في مدحف الفيفا وده شيء رائع جدا لأي واحد مصري لما يجي سافر زيوريخ ويزور مقر الفيفا ويدخل ويزور المدحف هيلاقي بعض اللقطات والمقتنيات الخاصة بالنادي الأهلي موجودة في المدحف نتيجة المشاركة المستمرة للنادي الأهلي في بطولات الاتحاد الدولي في فيفا ده اندل على شيء بيدل أن النادي الأهلي دايما هو العلامة البارزة للقرى المصرية وأكتر نادي ممكن يكون سفير بجد سفير محترم للرياضة المصرية وللقرى المصرية هو النادي الأهلي عبر مسئوليه وعبر أجهزته الفنية ولاعبيه اللي بيشرفوا مصر في المقام الأول وبيشرفوا جمعيرهم في كل حتة شفنا لقطة هولي كابتن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط اهتمام ومتابعة ومؤذرة كبيرة جدا من لجنة التخطيط وكل مسئولي قطاع الكورة مع الفريق في هذه اللحظات وإن شاء الله بإذن الله تكلل هذه المجهودات كلها بالنجاح بإذن الله تماما من النقاط المهمة جدا اللي عايزة أتكلم عليها تم الإعلان عن طاقم تحكيم هذه المرأة بالمناسبة أنا معاكم قبل أن أروح لطاقم التحكيم قدامنا العميد علاء صلاح يمكن هو قاين بدور المنصق الأمني الاتحاد الدولي ده مباليه كده بعض المتطلبات والمعايير في البعثة الرسمية آه زي ما بيكون عندك مدير كورة وفيه منصق عام لازم يكون فيه منصق أمني عشان الترتيبات الأمنية وكل الأمور دي بتتم بقى من خلال المهندس خالد مرتجي هو منصق العمليات بشكل عام ما بين بعثة فريق النادي الأهلي مع اللجنة المنظمة سواء المحلية في المغرب أو حتى مع الاتحاد الدولي فيفا زي ما قدت بقول لحضراتكم يمكن الاتحاد الدولي أعلم أن فيه طاقم تحكيم من الصين هو طاقم مختلط شوية من الصين وإسبانيا هيكونوا موجودين النهاردة في مباراة الأهلي وأوكلاندستي حكم اللساحة نينجي مع ده حكم اللساحة من الصين المساعد الأول أيضا من الصين فيه زهو والمساعد الثاني أيضا من الصين شينجزا دول الحكم الساحة والتنين المساعدين الحكم الرابع بالمناسبة مش غريب علينا يمكن جيه أدار قبل كده مباراة الأهل والزمالك وهو الحكم الروماني ستيفانا كوفيزيتش يمكن كلنا عارفين هذا الاسم بشكل كبير كان جيه أدار مباراة القمة هنا في مصر طيب نروح بقى كمان للفيديو السيستري فيه حكم الفي ار حكم الفيديو النهاردة هيكون خوانا مارتينيز الحكم الأسباني هو حكم تقنية الفيديو في مباراة اليوم وفيه السيستفار وفيه كمان حكم احتياطي وبالمناسبة فكرة إضاءة الوقت هيتم احتسابها زي ما تم ده في كأس العالم في فيفا قطر عشرين اتنين وعشرين والحاجة الأبرز كمان بقى النهاردة اللي كنا نستنيين التجربة هنشوفها بقى لايف مباشر نكوننا بنستنى نشوف بس المحادثات لما كانت بتطلع كده بعد المونتاج في الدور المصري لكن الفيفا المراضي هيعمل تجربة جديدة النهاردة هنشوفها لو الحكم هيرجع لتقنية الفي ار ويعمل تشيك على أي لعبة المحادثة اللي ما بين حكم تقنية الفيديو مع حكم الملعب هيتم إذاعتها على الهواء مباشرة